ان تذهب الى مستشفى حكومي في محافظة نينوى لتلقي العلاج فانت في مشكلة حقيقية والحال كذلك هنا في مستشفى ابن سين التعليمي في مدينة الموصل حيث الاهمال والتخبط الاداري هو سيد الموقف ويكشف عن تلك الازمة المراجعون في المستشفى او ذووهم فالواقع يتحدث عن نفسه ويعكس ما وصل اليه القطاع الصحي في نينوى والعراق بشكل عام من انحدار اذ يعاني نحو ثلاثة ملايين شخص هم مجموع سكان المحافظة من نقص حاد في المستشفيات وما هو موجود منها يعاني من شح الأدوية والمستلزمات الطبية وقلة الكوادر هذا من الصباح جينا الوالد عنده سحب مال مي صار له ساعة نتوسل بهم يلا يجون لا خدمات لا تنظيف دحك تعال شوف الأبطالة وشوف الأتواليات المقلقة والحمامات صيانة يعني ماكو اي خدمة هل صار نساعة اريد بقى سحب مالعطاء صار لساحة اللي راح اشتريته خارجي ورغم سوء الخدمة المقدمة في مستشفى ابن سين التعليمي في موقعه البديل شمال غربي الموصل إلا أنه يعد المستشفى الحكومي الوحيد في المدينة أما المستشفيات الأهلية فتعد مكلفة ماليا في المحافظة التي يضرب الفقر أطنابها الفقير يروح يقول له الله الفقير يعني ما التعب الفقير حير التعب يروح للمستشفى الأهلية ثلاثة مئة أربعة مئة ألف انه تكلف العملية من ما كانت المستشفى يعني المستشفى الحكومي ما تكلف مئة ألف تكلف كان شوية مواطن ينتقعيش يعني اساسها تعبنا حير تعبنا محافظة نينوى التي تعرضت لواحدة من أكبر عمليات التدمير لم يعد إعمار أي مؤسسة صحية فيها منذ إعلان استعادة السيطرة على المدينة وحتى المتوفر لا يغطي حاجات الأهالي وهو ما يضاعف من معاناتهم فيما لا تحرك الحكومة ساكنا تجاه هذا الواقع الصحي المتردي وسط تحذيرات من كارثة صحية متزامنة مع أزمة وباء كورونا ومنع ميليشيات وجهات سياسية وصول الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المستشفيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر